محيط نظيف نفسية سليمة مبدأ انتهجه منتدى الأوراس للتضامن والتنمية مطبقا له ضمن حملة تحسيسية تطوعية وذلك بمشاركة بلدية باتنا والمؤسسة العمومية للنظافة ومديرية البيئة وبتوجيه من السيد والي ولاية باتنا حملة تحسيسية تسعى إلى ترسيخ الثقافة البيئية والحفاظ على المحيط من مخلفات نفايات السيارات التي تسببت في تلوث البيئة نشاط توعوي شبابي لمحد من هذه السلوكات الدخيلة والتي تفاعل معها أيضا المواطن الباتني الرجل هو وسائق المركبة مرحبين بالفكرة ومساعدين لهذه العملية والذي كان ملفتا هو اهتمام الجانب الأعلامي بهذه الحملة الأولى من نوعها والتي كانت بإشراف رئيس منتدى الأوراس للتضامن والتنمية السيد شمس الدين بن براهيم والأمين العام للمنتدى السيد محمد بوراس ناقلين الأجواء التحسيسية الحماسية التي تشكلت بفعل القوة الشبابية التي آزرتها السلطات المحلية والأمنية مبادرة كانت انطلاقتها من عاصمة الأوراس باتنا آملين أن تتعمم في ربوع الوطن مرسخين ثقافة الحفاظ على المحيط والبيئة متخلصين من نفايات السيارات أول حاجة بس لننحضع البيئة ثاني حاجة نعاوله أخيرا لخاوتنا العمال ندخص من ساعة العمل وثاني حاجة بس نخللهم الخواطر مرور أسفلين نفايات حفر مين منتدى الأوراس للتضامن والتنمية أين تجد رؤية مستقبلية إيجابية وعمل موجهين كل الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا النشار وعلى رأسهم ولولاية باتنا رئيس دائرة باتنا رئيس أمن ولاية باتنا المؤسسة العمومية للنظافة مديرية البيئة بلدية باتنا والأسرة الإعلامية لا لا لم نخلق عبدا حاشانا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كانا لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسانا لم نخلق عبدا حاشانا